اشتركوا في القناة او الدجاج الابيض الوجه الاسباني نذكركم متابعين ان مقاطع هذه الحلقة صورت اثناء زيارتنا لمزرعة الريش الدهبية بمدينة برشيد لصاحبها السيد يوسف برشيد الدجاج المهرج هو من سلالات الدجاج الاسباني ونعتقد انه من اقدم سلالة البحر الابيض المتوسط تم الاعتراف به من قبل الجمعية الامريكية للدواج عام 1874 نشأ في اسبانيا ونقل الى الامريكيتين عبر جزر بحر الكرايبي هي دواج متوسطة الحجم لكنها قوية وذات مظهر مرتفع لهذا الدجاج القام كثيرة يعرف بالمهرج ودجاج اشبيليا اهم المواصفات التي تميز دجاج الابيض الوجه الاسباني ان له عرف نصف تاج حمراء ومتوسط الحجم واقف للأعلى وله داليتين كبيرة حمراء اسفل المنقار اما المنقار فهو شبه اسود مستقيم شبه مقوص ومتوسط الحجم كذلك بالنسبة للساقين فهي متوسطة دات لون شبه رصاصي مع اكتف صغيرة نسبيا ذيل هذه السلالة مستقيم وطويل لدى الانات وطويل مع عرشتي اطول من الباقي منفردتين لدى الذكر زيتي لامع جلد هذا الدجاج ابيض اللون وشحمة الاذن كبيرة وبيضاء مع وجه ابيض له اربعة اصابع مع خنجر متوسط اما بيض الدجاج فيكون ابيض وتبيض الانتة بمعدل ثلاث الى اربع بيضات في الاسبور بينما يصل معدل الانتاج السنوي ما بين مئة وخمسون الى مئة وتمانون بيضة في السنة في الثربية الميتالية وتزين البيضة حوالي خمسة وخمسون غرام اللون المعروف لهذه السلالة هو اللون الاسود لكن يوجد كذلك لون اخر انه البني الغامق يصل وزن الذكر في هذه السلالة الى ثلاثة الاف وستمائة غرام بينما وزن الانتة فيصل الى ثلاثة الاف غرام اثناء تربية هذا النوع من الدجاج يجب تخصيص ذكر لكل ثلاث اينات لضمان خصوبة البيض كلما ازداد عمر الدجاج ازداد اللون الابيض للوجه اما الانتة الغير البالغة فيكون لون الوجه غير كامل البيض هذه السلالات استخدم لغرض الزنا في المرتبة الاولى حيث تعطي جمالها ورونقا عند وضعها في حديقة المنزل وانتاج البيض يأتي في المرتبة الثانية اصبح نادرا في بلد المنشأ اسبانيا يوجد كذلك في هذه السلالة النوع القزم اذ يصل وزن الذكر القزم كيلوغرام واحد والانتة حوالي 900 جرام ووزن بيض السلالة القزم هو 40 جرام ذو لون ابيض نتمنى ان كنا قد قدمنا لكم الافاظة المرجوة شكرا على تتبعكم واخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله شكرا على تتبعوا تتبعوا تغيب مع جميلة ترجمة نانسي قنقر